واريك بعض الصور وتعلقلي على كل صورة شاندسة احنا عندنا تشاف الورقة دي ببقى ان شاء الله دي اول مباراة لي في كاس العالم 17-96-98 شيري ونمسا دول طبعا اللي كانوا موجودين كانوا انشرفتني طبعا معايا علي بوكسيم حاكم اماراتي طبعا حياتنا ليه داما انا بالنسبالي بعتبره احسن حاكم في العالم الكابتن اه طبعا كابتن علي بوكسيم ودي كرة المباراة وموجودة عندي في البيت عذاكها فيك تقليد جميل قوي كل مباراة نحكمها الكرة بتاعتها ناخدها هدي هم يدوها لنا هم يدوها لك دي اه طبعا والكرة لو رجعت كابتن مصطفى هتلاقي مكتوب عليها البطولة طب هتلاقينا كده كرة تاني مكتوب عليها البطولة يعني الكرة دي بتاعت البطولة اه 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 الاسماء دي بقى دي اسماء الحكام عمال الغندور حسين غضانفاري ده من الكويت فرناندو تريساكو على فكرة فرناندو تريساكو ده ميسك كان مدير ادارة التحكيم في الفيفا في وقت كبير نعم وعلي بوكسيم من الامرات كان حكم رابع والمرائب كان لارس بيوركو عضو لجلة الحكام في الحكام الحاجات دي بتبقى تاريخ دي كتا عمل لها مكان في البيت كده للعينة هدي ده صمرت جهدك بقى ده 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 اللي ربنا سبحانه وتعالى انا عم علي بي انا بقول كده ربنا ده معلي يعني لو كنت حلمت بان انا اعمل ده كانش الحلم حيوسع او حيتسع لربنا الدهوني اه بنا يزيدك ويدي لك دي كانت مباراة امريكا ويغوسلافيا في الدور الاول 29 يونيو 98 كان في مانينة نانت كان معايا سالي احمد من جنوب افريقيا حكم مساعب مارك وارين من انجلترا ورحكم الرابع ايان ماكليويد من جنوب افريقيا دي كانت امريكا ويغوسلافيا برضو خدت الكورة اه اكيد عندك كم كورة في البيت لحد دوله عندي اربع في كاس العالم 98 عندي اربع كورات عندي مباراة الافتتاح انا كنت فيها حكم رابع الصورة دي اعتقد دي ماتش في الدوري الاهلي وبلدية المحلة اه اه على فكرة لعيب ده كان لعيب جامد او احمد فاروق ده احمد فاروق احمد فاروق اه اه اللي كان مالها في بلدية المحلة اه طبعا طبعا اوي مين الحكم اللي كانوا معك انا كان معايا برجاس ده الله يرحمو حكم مساعد ومعايا فهم شعبان حكم مساعد مسكندرية وياسر عبد الرقوف اهو هناك اهو كان لسه عيل صغير كان حكم رابع ده كان في ماتش ده في الكاس على فكرة ده في استاد القاهرة اه كان ماتش في الكاس في استاد القاهرة الصورة البعدية ده طبعا حازم امام واعتقد ده حارس مرمى المقاولين ده احمد فوزي ده احمد فوزي انا مدينة بجنب ومش فاكت ده كان ماتش في الدوري احمد صابر احمد صابر احمد صابر احمد صابر اه كان زمالك المقاولين اعتقد كان حازم من الكاتل الزهاري واجيه احمد وعيف في ظهرك واجيه احمد وو موجود حكم مساعد وناصر عباس كان حكم رابع اه اعتقد ده كان قريبا ماتش السوبر ده العميد فاروق بوزو ده طبعا من الناس اللي ليهم تأثير كبير جدا على حياتي في التحكيم من العربي اه من افضل الشخصيات العربية اللي اشتغلت في التحكيم متقلد مناصب كبيرة جدا 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 ووحد من الناس اللي بفتخر بيهم انت شيكا وفي السورة دي ده اعتقد ده يونيفورم من الفيفا ده يونيفورم في دورة من الدورات اعتقد السور دي اللي بعدها ده الحكم الاسكوتلاندي هيدالاس ده كم فين بقى ده كنا بعد تمرين او بعد الاختبار كان في طولة ايه شايف في ايدي كباية شاي او عصير حاجة كده لا 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 ده احنا كنا بعض الاختبار كاس العلم اللي هو كان فيه دي 98 في فرنسا ده يودالاس من الحكم الكبيرة او انا بجد اما كنت رئيس لجنة حكم في مصر جي مرة حكم موتش اهله نعم السور بعدها اه دي واحد ده اعتقد ده ده استاد اسكندرية ده استاد اسكندرية ده الاسماعيل والاتحاد كان الاتحاد والاسماعيل طرق العشري ايوه وكان مين كان اعتقد ده اه فوزي فوزي جمال فوزي جمال اه فوزي جمال كان كابتن اسماعيدي مين كان انتاقن التحكم ده مصطفى ابو امر ايوه واحد را لبننا نخبين وشه اش عاربين حاجة مساعد حاجة مرابعة كان مسكندرية مسكندرية اه ده تبتدي انظار الوقت انظار ده دي بيدرو من اسبانيا في ماتش اسبانيا و كوريا باراجوي انا عرفك انا حكمت ماتشين لاسبانيا في كاس العالم 2002 اسبانيا و باراجوي تلاتة واحد لاسبانيا ده في الماتش التاني والماتش التاني اسبانيا و كوريا اللي خرجت في اسبانيا اللي خرجت في اسبانيا ايه المشكلة اللي كانت فيها؟ مشكلة حاكم مساعد رفع رأيته على ان كوريا خرجت و انا صفرت قبل ما فلاعيبت حادث مرمى كوريا وقف فموريانتس حط كوريا فهم اعتبروه هدف ملغي وبعد كده اتضح ان كوريا ما خرجتش دي عملت مشكلة؟ دي عدت 18 سنة كل سنة للصحافة الاسبانية ما سابتنيش طب جمعنا مالي ده حاكم مساعد طب هو رفع رأيته ان كوريا خرجتها في الهواء احيانا الحامل للرأية ممكن يدبس الحاكم هو ده قرار كده